في بلدٍ هو أول من عرف الكتابة قبل آلاف السنين ووضع نظم العدالة وحقوق الإنسان وخلف إرثاً معرفياً وثقافياً كبيراً إنه العراق الذي كان في مطلع ثمانينيات القرن الماضي يمتلك منظومة تعليمية متطورة تتفوق على قريناتها في دول المنطقة بشهادة منظمة اليونسكو إلا أن المنظمة ذاتها عادت تصنفه ضمن البلدان التي تعاني صعوداً كبيراً في نسب الأمية المرعبة التي تجاوزت السبعة والأربعين بالمئة فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك 12 مليون شخص أمي في العراق اليوم التربية نسمع أن وزير التربية أو وزارة التربية تستورد طباعة مناهج كل سنة من قبل دول الجوار ولماذا نستورد كل سنة؟ ولماذا تتغير المناهج؟ هل هناك فشل في المناهج؟ أو لأنه بسبب الفساد؟ نعم بسبب مافيات الفساد بسبب المحاصصة بسبب عدم وجود صوت وطني وحكومة وطنية دفعنا ثمن العراق خارج جودة التعليم الأمية والطائفية والفقر تدخل ضمن سياسات التجهيل الممنهجة التي تتبعها الأنظمة القمعية منذ 2003 برعاية الاحتلالين الأمريكي والإيراني ولا تدخر جهدا في صناعة وعي مزيف ومعرفة مظللة واتباع سياسات مخادعة لتجهيل المواطن فالجهل يورث الخوف والخوف يقود للتباعية والتباعية تعني الاستسلام والانقياد التام عملية تجهيل العراقيين تتم في إرباك العقول بإغراقهم بالمعلومات والإشاعات المصنوعة بعناية فائقة تشتت الانتباه عن القضايا المصيرية عبر اختلاق قضايا هامشية وتضخيمها وفرضها على الساحة تزداد قابلية الوقوع في شرك التضليل والتجهيل عندما يكون الجمهور المستهدف قابعا تحت نظام القمع أو الفقر واليأس من إيجاد حلول لأبسط المشاكل وهنا تحقق الحكومات بأحزابها وميليشياتها مرادها الذي تصبو إليه فبعد إغراق البلد بالمخدرات وانتشار الأمية فضلا عن الفقر المتقع والأزمات المتلاحقة بدأت تطفو آثار التجهيل في ظهور العرافين والمشعوذين وكثرة المزارات التي لا تمت للدين بصلة كجعل الأشجار وعمدة الكهرباء والآلات الزراعية وغيرها مزارات يطلب البعض منها تحقيق أمنياته ما يمر به العراق ليس تعبيرا عن هيمنة نظام سياسي أوجده الاحتلال الأمريكي تتحكم فيه الأحزاب والميليشيات التي أوصلته إلى حالته الموحشة فحسب بل إن ما يجري فيه هو عمليات تهديم مقصودة ومترابطة بين المادي والبشري ومحو تاريخ العراق وامتداده العميق في الحضارة العربية والإسلامية اشتركوا في القناة